قامت الطوائف المسيحية القضاديس والصلوات في الحسكة احتفالاً بأحد الشعانين ذكرى دخول السيد المسيح رسول المحبة والسلام مدينة القدس بحضور عدد من الفعاليات الأهلية والدينية والحزبية باسم يسوع المسيح اللي هو ملك السلام أحب بعضكم بعضاً كما أحببتكم ما من حب أعظم أن يبدو الإنسان نفسه من أجل أحبائه بتمنى لسوريا ولرئيسها ولشعبها ولكل جيشنا العظيم اللي عم بيحارب نتمنى له دايماً الصحة والسلام والقوة حتى يدافع عنا ونحن هالاحتفالات لو لا هنه لما كنا موجودين نصلي لكل أم وكل أب فقد ولاد ربنا يعزيك وعلى رجاء قيامة ربنا نحن نقولك في أحضان يسوع كل شيء أجمل والحياة أفضل شكراً لكل واحد يقدم شيء لهذا البلد لحتى نحن نظل موجودين لحتى نحن نظل صامدين لحتى نظل ثابتين بمكاننا جينا حتى نصرخ في هذا اليوم هو شعنى وكلمة هو شعنى معناها الرب يخلص جينا لحتى نصرخ يا رب خلص سوريا من أزمتها ومثل ما فيه آلام بعد الآلام وفيه بعدها ولادة كمان نحن متأكدين أن سوريا حالياً تمر بمراحلة الآلام ولكن راح تنتهي بنصر وبولادة جديدة العظات التي ألقيت في هذه المناسبة أكدت أن كل ما يمارس على سوريا من ضغوط لن تزيد جيشنا الباسل إلا عزماً وإرادة وتمسكاً بتراب الوطن الطاهر واستمراراً في محاربة الإرهاب نتمنى اليوم أن يعمل السلام العالم وسوريا خاصة سوريا اللي هي جريحة ترجع مثل أولي وأفضل إن شاء الله ويكون هذا العيد عيد سلام وخير وبركة لكل الطوائف بمناسبة هذا العيد عيد دخول السيد المسيح إلى أورشاليم جالباً المحبة والسلام نتمنى في مثل هذه الأيام أن يدخل الجيش السوري إلى جميع ربوع الوطن جالباً معه الأمن والأمان والسلام والمحبة إن شاء الله ينعاد على بلدنا بالخير وإن شاء الله يعمل السلام ونحن باقين إن شاء الله اليوم عيد الشعانين إن شاء الله السلام يعام كل سوريا اللي عاود جيشي بخير احتفال بعيد الشعانين رفع خلاله المصلون الصلوات داعين الرب أن يخلص سوريا من الإرهاب على يد جيشها الباسل ويعود المخطوفون والمهجرون إلى منازلهم ويعم الأمن والأمان كل ربوع الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة